سلام عليكم روكستار أعلنت بشكل رسمي عن مواعيد الأونلاين للعبة Red Dead Redemption 2 وهي كالتالي بالنسبة للأشخاص اللي اشتروا الألتيمت ايديشن أو أفضل نسخة للعبة Red Dead Redemption 2 هذول الأشخاص راح يقدرون يلعبون الأونلاين يوم 27 نوفمبر أو يوم الثلاثة أو غدا راح يلعبون الأونلاين غدا هذول الأشخاص اللي أخذوا الألتيمت ايديشن عندنا يوم 28 نوفمبر أو يوم الأربعة هذا راح يكون الأشخاص اللي لعبوا اللعبة ليلة الإصدار أو 26 أكتوبر عندنا 29 نوفمبر اللي هو يوم الخميس هذول الأشخاص اللي لعبوا اللعبة في أول ثلاثة أيام راح يقدرون يلعبون اللعبة في 29 نوفمبر عندنا تاريخ 30 نوفمبر أو يوم الجمعة القادم راح يكون الأونلاين متاح للكل تلخيصاً للمواعيد 27 نوفمبر للأشخاص اللي اشتروا الألتيمت ايديشن 28 نوفمبر للأشخاص اللي لعبوا اللعبة ليلة الإصدار 29 نوفمبر يوم الخميس راح يكون للأشخاص اللي لعبوا اللعبة في أول ثلاثة أيام من الإصدار ويوم 30 نوفمبر راح يكون للكل فكذا يكون خلاص رسمياً هذه هي مواعيد الأونلاين أو بيتا أونلاين للعبة ريدت ريدمشين 2 لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم اشتركوا في القناة